طبعاً إحنا لسه في أجواء الاحتفال بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو الثورة اللي انتفض فيها الشعب المصري ضد من أرادوا اختطاف هذا الوطن ضد الجماعة الإرهابية، ضد الطائفية، ضد التمييز في اليوم ده المصريين قالوا كلمتهم بأن هوية الوطن لا تقبل الاختطاف أو التبديل ذكرى ثورة يونيو هو يوم غالي وعزيز علينا كلنا لأنه هو ده اليوم اللي أعلن فيه المصريين أنه مصر هي وطن للكل مش لجماعة أبداً هي وطن ما بيسمحش بحالة الاستقطاب أو الانقسامات أو الإقسام في اليوم ده انتهت فترة صعبة جداً من الفوضى وحكم تنظيم الإخوان وقدرنا فعلاً نسترد وطننا مرة تانية 30 يونيو كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ المصريين مرحلة من التحديات والعمل في كل المجالات الحية وبرغم الصدمات الخارجية اللي مرت علينا طول السنين اللي فاتت لكن لسه عندنا الحلم ومكملين في طريق البناء وبناء الوطن وأيضاً بناء الإنسان وده يمكن من أهم مكتسبات طورة يونيو اهتمام الدولة ببناء الإنسان وبالهوية المصرية عشان كده احنا النهاردة هنكون بنتكلم على مدار الحلقة عن تمسك المصريين بهويتهم الثقافية والاجتماعية باعتبار أن مصر هي دولة وطنية مدنية حديثة النهاردة موجودين معاكم على مدار 3 ساعات بنصبح عليكم مرة تانية صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر